وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ دكتور كيف ترى طبيعة التعاون بين مصر والأمم المتحدة فيما يخص قضية التغير المناخي ودلالات جهود مصر لاستضافة كاب 27 في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم في الكل تابع اليوم لقاء السيد الرئيس مع مبروث الأمم المتحدة للتغير المناخ ولعل من البداية اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر وهو مؤتمر دولي رفيع لمستوى يحضره تقريبا تحضره 190 دولة معظم هذه التمثل من خلال رئيس الدولة إذا هو مؤتمر في غاية الأهمية بخصوص قضية أطبحت قضية تؤرك العالم ويخضية تغير المناخ مصر كان لها مجهود كبير خلال السنوات القليلة الماضية كل هذه المجهودات تم إضافتها إلى ملف مصر حينما اختارت الاتفاقية مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر القاهيم مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ في نوبمبر القادم لأن مصر جعلت من العمل المناخي نموذج يحتزى به مصر لا تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ورغم ذلك كانت الممارسات والجهود والإجراءات الحكومية تصب في الحد من أو التخفيف من غازات الاحتباس الحراري رغم عدم مساهمتها بنسبة فعالة نعم تحديدا جهود مصر تمتد بباع طويل لتقليل الأثار السلبية على التغيرات المناخية أو أثار السلبية للتغيرات المناخية على دول الإفريقية تحديدا في أي إطار بتضع هذه القمة القادمة برئاسة مصر وما يمكن أن يعود على القرى الإفريقية؟ أخذت مصر على عاطفها أن تستكمل ما تم إنجازه في مؤتمر أطراف تابس والعشرين في جلازكو في إسكتلندا شمال المملكة المتحدة لتحويل كل المخرجات التي تمت وتم الإطلاق عليها ما بين الدول المشاركة إلى إجراءات على الأرض سيؤكس مؤتمر الأرض هو التطبيق والتنفيذ الفعلي كل مؤتمرات الأطراف تقريبا تخرج بتوصيات وبمخرجات جيدة ولكن ينقصها دائما التنفيذ من خلال استضافة مصر وتنظيمها لهذا المؤتمر وهي ممثلة لكارة أفريقيا بل ممثلة للعالم النامي وهو الذي يعاني من فائلات تغير المناخ ولا يساهم في أسبابه ذلك مصر ستكون مدافع عن مصالح هذه الدول من خلال التركيز على التكيف والأقلمة لتغير المناخ بدلا من التركيز على التخريف كما كانت مخرجات الأقلم الصادقة فهذه فرصة جيدة جدا لمصر وأفريقيا والدول النامية أن يتم التركيز الجهود على التكيف يعني التكيف هو الحد من الأصال السلبية لتغير المناخ على التعقل الاقتصادية وخاصة الزراعة في المقام الأول بالتالي متوقع أن يكون مخرجات هذه القمة على قدر المسئولية من العالم وسيكون له أثر كبير في تجدعي مكانة مصر على مستوى العالم في كل ما يتعلق بالمناخ أشكرك جزيلة شكرا دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ